ضمن مبادرات عام الخير نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية مبادرة دمنا دمكم للتبرع بالدم بتعاون مع وزارة الصحة والتي سوف تستمر لمدة شهر في إطار دعم القيادة للجهود الإنسانية الهادفة لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين لنقل الدم وأكد سعدة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن مبادرة التبرع بالدم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى موظفيها وترسيخ قيم العطاء وفعل الخير كأسلوب حياة وثقافة مجتمعية وتعزيز مفهوم شراكة المجتمعية بين المؤسسات والأفراد التي تتمثل في التشجيع على الممارسات الإيجابية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع